اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعري في المنام من يقول له يشده عجبت من جسم ومن صحة ومن فتى النام الى الفجر والموت لا تؤمن خطفاته في ظلم الليل اذا يسري فقام يفزوان توضى ودخل في ورده الله تفقده وقال له اياك يا حبيبي انا متعود عليك اريد اعطيك لان الله يحب الكرم الله هو الكريم وانت نايم ما في كرم تنايم مسكر الباب مسكر أبواب الخزانة قوم وافتح خزانتك وانا سأعطيك فربنا قومه شفتوا كيف ربنا يجيب عبده وربنا لما كله غرض في عبده حتى زي ما يقول لهم بارح لو كان خمارجي لو كانت البعيدة زانية لو كان كذا قاتلا يجيبه اذا بعلم انه فيه خير ولو علم الله فيهم خيرا يقول لأي في مين ليس في عشان المؤمنين في الكفار من سورة الأنفال في الكفار المشركيين ولو علم الله فيهم خيرا لا اسمحهم فما فيهم أبدا أبدا ما فيهم خيرا فاللي فيه خير الله يجيبه ايضا أحد الصالحين فيما رواه الإمام النوي رحمة الله عليه نقل عن غيره قال رأى الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه في المنام وهو يقول له لولا الذين لهم ورد يقومون وآخرون لهم سرد يصومون لدكت الأرض من تحتكم سحرا لأنكم قوم لا تطيعون والإمام علي كان من أصحاب الأوراد وأصحاب قيام الليل وأصحاب العرفان العالي اللطيف فأقول له يقول هذا ونبه الناس يعني ربنا مبقي على هذه الدورة وعلى هذه الأمم فقط من أجل أصحاب الأوراد ومن أصحاب سرد الصوم لهم سرد يصومون يسردون الصوم في ناس كانوا يصوموا كل يوم كل يوم إلا أيام العيد والأيام المحرمة يعني بس كثير منهم وفي رأس أمنا عيشة كانت تسرد الصوم وأصحاب القيام في حديث التبراني قيام الليل شرف المؤمن قيام الليل شرف ما الشرف طبعا العلو علو المنزل والمقامة مش الشرف يعني العزة والاستكبار والنفخة لا لا الشرف علو المقامة لون شريف يعني مقام عالي تحب يكون مقامك عالي عند الله عند الله نتبه عند الله مقامك حيث ليس عند الناس قيام الليل بتقوم الليل في القرآن طبعا وعاداتهم في تلاوة كلام الله مختلفة كثيرا يا أخواني فهناك كتاب لأبي بكر ابن أبي داود كتاب مشهور جدا جدا اسمه كتاب المصاحف مشهور ومهم في بابه يعني على الإطلاق مهم يذكر فيه ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليه أن منهم كان يختم كل شهرين ختمة ومنهم كان يختم كل شهر وكل عشرة أيام وكل ثمانية أيام وعن الأكثرين كل سبعة أيام هكذا ذكر يعني يبدو الأكثر كانوا كل سبعة أيام حوالي أربعة أيزاء ونصف اليوم ومنهم كل ستة وكل خمسة وكل أربعة وكل ثلاثة عن كثيرين ومنهم من كان يختم كل يوم وليلة ومنهم من كان يختم كل يوم وليلة ختمتين ومنهم من كان يختم أربعة ختمات وأكثر ما ورد يقول النووي أكثر شيء قال ثبت عنا عن بعض الصالحين أنهم ختموا ثماني ختمات أربع ختمات في النهار وأربعاً بالليل وزي ما قلت في الخطة قبل أسبوعين إصحى تحسب هذا إيعاد بالساعة ما ينحسبش تيجيش بالمرة هذه كرامة وذكرت بعد الدرس أنا أعتقد مش بعد الخطبة قبل أسبوعين ثلاثة عن ابن حجر الهيتمي رحمة الله عليه فقيه الشافعي في القرن العاشر الهجري نعم أنه ذكر في الفتاوى الحديثية عن بعضهم أنه ختم أكثر من هذا بكثير وفي أرقام لا أقولها أنه قد تفتم بعض المحجوبين يعني يبدو أن الزمان يبسط بسطاً عجيباً تصبح الساعة ربما مثل اليوم أو مثل أكثر من هذا والله يقولون تناعموا لأنهم يعشقون هذا متروحنون هؤلاء يكون متروحنون يكون متروحنين حقيقةً يا أخواني ربنا يعطينا من عطاه عز وجل مجاهد بن جبر تلمير عبد الله بن عباس هذا تابعي جليلة وهذا شوف الشرف اللي أخذوا قال أنا تلقيت القرآن على عبد الله بن عباس مرتين أقفوه عند كل آية آية الفلام ميمة قلت تفضل قل لي شو الفلام ميمة ما هي قصة يا ابن عباس يا ابن عباس يقول له ذلك الكتابة يقول له آية آية قال هل يقل له وشوف ابن عباس الإخلاص في العلم ليس فاتح جامعة وكذا لا 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 طالب من طلابه اسمه مجاهد بن جبر علامة كبير كان ورجل صالح من الصالحيين ورجل صالح وعالم كبير مرتين يدرسه ابن عباس القرآن كله يفسر له القرآن آية 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 أو ابن عباس ابن عباس اسمه أي واحد شيء عجيب ما شاء الله تخيل يقول الأئمة مجاهد هذا كان يختم القرآن العظيم بين المغرب والعشاء بين المغرب والخشاء إلا تخني الذاكرة في بعض الروايات لكن بدأ مراجعة بصراحة مرتين بين المغرب والعشاء النووي عشان يطلطف بينا وهو من الأولياء الكبار النووي تقولي النووي تدخل كثيرا ليس أنا يسموه شيخ مشايخ المسلمين الشافعية هو شافعي الحنفية الحنابلة المالكية الكل يوقره الكل يوقر هذا الرجل الصالح والكل انتفع بعلمه وكتبه وتحقيقاته كمي ماتوا عمره 45 سنة يا حصر علينا 45 سنة شيخ مشايخ المسلمين النووي عمره 45 سنة عشان تألف كيف هذا كان يقضي حياته ما يضيعش ولا لحظة أنا ما أقول لك إذا بتشوف نفسك أنك انت ما عندك هذا الحرص على العلم وعلى خير وكذا مش هيطلع منك ستقني بد يكون اجتهاد حقيقي ما تضيعش ولا لحظة في حياتك والله العظيم ولا لحظة استفد حتى وانت بتغيير ملابسك صلي عن نبي وانت ريح تعمل شغلة استغفئ ما تضيعش تعوّديك لأن العمر يا جماعة كل لحظة من حياتك يقابلها أبد ايه في الأبد صح ولا أضيعها ليش طيبة كل لحظة هنا هيقابلها نعيم أبدي صح فقد بتعمل فيها بتأخذها من النعيم الأبدي فليش أضيعنا مو صحwol مو صحول صاح صاحب صح Поэтому